ديني إلى أن ما حصل في مجلس النواب من مشاجرة هو امتداد لحالة الانسداد والشد في العملية السياسية مضيفا أنه من المهم أن يكون التعامل داخل البيت التشريعي بحالة إيجابية بعيدا عن العنف من المؤسف أن نسمع هكذا تصرفات صبيانية من بعض أعضاء مجلس النواب وهذا حقيقة امتداد لحالة الانسداد الموجودة في العملية السياسية وتصرفات غير محسوبة أدت إلى هذا الشجار ما يحصل اليوم حقيقة شد كبير بين الكتل السياسية وبعض أعظام مجلس النواب حول حالات كثيرة وأنا أعتقد هو جزء لامتداد عملية التزوير التي حصلت بالمرحلة السابقة كان يفترض بطرف من هذه الأطراف أن يتعامل بحالة إيجابية بعيدة عن حالة العنف والتجاوز التي تسيئ للسلطة التشريعية وتعطي انطباع سلبي لدى الشارع العراقي أنا أعتقد هذه الحالة لها علاقة بالدعوة المقامة من قبل النائب الزوبعي تجاه رئيس مجلس النواب الحالي ترجمة نانسي قنقر